الملك الحمد بن عيسى الخليفة ويسموه حفظه الله في قصر الرفاع اليوم مع الشيخ سلمان بن عبدالله أهل خليفة بمناسبة تعيينه نائبا لرئيس اللجنة العليا للتخطيط العمراني وذلك بحضور مع الشيخ سلمان بن خليفة أهل خليفة وزير الماليقة والاقتصاد الوطني وسعادة السيد حمد بن فيصل المالكي وزير شؤون مجلس الوزراء حيث هناءه سموه بأثقة الملكية السامية ونوه سموه بالدور الذي اطلع به مع الشيخ سلمان بن عبدالله أهل خليفة وما بذله من جهود مخلصة وإسهامات واضحة ومتميزة طوال مسيرته الممتدة في العمل الحكومي من خلال المناصب التي تبوأها والتي أسهمت في تعزيز القطاع العقاري وتبني المبادرات والمشاريع النوعية التي تسهم في مواصلة تطويره والتي كان نتاجها إنجازات نوعية تحققت للقطاع العقاري ومنها تحديث التشريعات وتوفير البيئة التنظيمية المؤسسية الداعمة للقطاع إلى جانب جذب الاستثمارات لهذا القطاع الهام وتنظيم المؤتمرات والمعارض الدولية ودعم التحول الرقمي من خلال تطوير وإطلاق الخدمات والتطبيقات الإلكترونية معربا سموه عن شكره وتقديره لمعاليه على ما قدمه من عطاءات طوال فترة توليه مسؤولية جهاز المساحة والتسجيل العقاري والتي أسهمت في تحقيق التميز في القطاع العقاري متمنيا له الدوام التوفيق والنجاح في مهم عمله المقبلة من جانبه أعرب نائب رئيس اللجنة العليا للتخطيط العمراني عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء مؤكدا مواصلة العمل وبدل المزيد لتحقيق الأهداف المشهودة تحقيق الأهداف المشهودة